وجها لوجها مام هؤلاء الى ام والدعاة الذين يمسلون مختلف المساجد والزوايا بالعاصمة انجمين وجه المجلس رسالاته حول السلام والمحدة الوطنية وحب الوطن واهمية توصيل الدعاة لهذه الرسالة للمواطنين عبر خطابهم المنبرية وجلساتهم الداوية المختلفة اعضاء المجلس اكدوا ايضا خلال هذا اللقاء التوجهي بان الوقت الحالي تطلب من جميع المواطنين ضرورة الحفاظ على السلام والوحدة الوطنية وهذا لا يمكن الا من خلال التوعية الشاملة خصوصا يوم الجمعة توجيهكم يصل للبيوت لان كم من الالاف يصلي في المساجد وهؤلاء ينقلون توجيهاتكم الى منازلهم رئيس المجلس العالى لشؤون الاسلامية بشاد فضيلة الشيخ الدكتور محمد خطر عيسى طلب من المشايق لعب دورهم الدعوي المتمثل في دعوة المواطنين الى العمل كرجل واحد وعلى همس هذا اللقاء التوجهي قرأت اربع برقيات تعزياب بعثها كل من الخليفة العام لطريقة تجانية سيدي اعالي الارابي التجاني ومؤسسة الشيخ طاهر عثمان بوشي والشيخ الشريف عبراحيم صالح الهسيني رئيس حيئة الافتاوى المجلس الاسلامي النجاري اضافة الى برقية اخرى من ممثلية الطريقة القادرية بدولة السودان اشتركوا في القناة